مساء الخير كل سنة وحضراتكم طيبين ساعات قليلة بتفصلنا عن الاحتفال بليلة العيد ليلة الميلاد المجيد وطبعا كلنا في مصر بنحتفل بليلة العيد وبتكون أجواء طيبة جدا والمعايدات وكلنا بنتصل ببعض ونعيد على بعض وناس اللطيفة جدا اللي بتروح تزاحم بقى في ليلة العيد وتروح تاكل وفتة ولحمة يعني عارفين حضراتكم برضو الطقوس المصرية دي الحقيقة شيء مميز جدا يا ربي عيد علينا يا ربي هذه اللي ايام دايما بالخير واليمن والبركة والسلام والأمن والأمان بكرة ان شاء الله هيبقى طبعا القدس والعيد سبع نار طبعا ليلة العيد دي بتبقى احتفالية مهمة جدا بيبقى دايما فيها البهجة بنتابع فيها طبعا كلمة قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندريا بطريارك الكرازة المرقصية ليلة ستة يناير والعيد سبع يناير وفقا طبعا لتقويم الكنيسة الشرقية الزينة مالية الشوارع الزينة والفرحة الحقيقة والناس بتستعد لهذه الاحتفالات على المستوى الشعبي وكمان على المستوى الرسمي توافد الزيارات إلى المقر الباباوي في العباسية ادي امام حضراتكم بعض اللقطات كده من البقر الباباوي والكاتدرائية المرقصية في العباسية والزينات الموضوعة احتفالا بميلاد السيد المسيح عليه السلام وطبعا يعني شيء الحقي عظيم جدا في استقبال بكرة المصلين والحضور في القدس قدس الميلاد في الكنيسة المرقصية في العباسية وفي الكاتدرائية شيء طبعا جميل جدا كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة وبخير وبأمن وبأمان بكرة ان شاء الله هترأس البابا توضرس بتريارك الكرازة المرقصية قدس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وطبعا كان فيه توافد من كبار رجال الدولة خلال الساعات اللي فاتت على المقر الباباوي لتقديم التهنئة لقداسة البابا توضرس ولكنيسة المرقصية بأكملها سيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي حارس اليوم على تقديم التهنئة وعدد من الوزراء على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لقداسة البابا في المقر رئيس الوزراء عرب عن أمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجموع المواطنين بوافر الصحة ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام أيضا قام الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بيرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة قاموا بتقديم التهنئة لقداسة البابا توضرس اليوم في المقر الباباوي بمناسبة عيد الميلاد كمان قام لواء محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا في المقر بيئة العباسية لتقديم التهنئة لقداسة ولجموع المواطنين الأقباط بمناسبة الاحتفال بالعيد البابا توضرس أشاد بيئة الجهود والتضحيات اللي بيبزلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين وأكد قداسة على تكاتف ومساندة أبناء الشعب للأجهزة الأبنية في أداء مهمتها كمان كان في حرص من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تهنئة قداسة البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية بترارك الكرازة المرقصية فضيلة الإمام الأكبر ترأس وفت من المشيخة فضيلة شيخ الأزهر أكد أن التواد في المناسبات الدينية والاجتماعية ما بين الأزهر والكنيسة ليس من قبيل المجاملة أو الشكليات ولكن زي ما بيقول فضيلة الإمام الأكبر أنه بيأتي انطلاقا من الفهم لفلسفة الدين الحنيف كان فضيلة الإمام الأكبر كان كتب بالمناسبة على صفحته على فيسبوك كذلك وقال وتقدم بيأة تهنئة بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء وقال بقى وجه هذه التانية إلى البابا فرانسيس والبابا توضرس ورئيس الأساقفة جاستين وولبي والبتريارك بيرثلاموس الأول وقادة الكنائس والإخوة الأقباط في المشطق والمغرب سائر الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام وبالمحبة والأخوة وأن يجدبنا ويلات الحروب والكرهية دي كانت تدوينة فضيلة الإمام الأكبر من خمسة أيام بالزبط يعني في ليلة رأس السنة واجه فيها التهنئة بأعياد الميلاد سواء للكنيسة الغربية أو للكنيسة الشرقية كمان كان في حرص من الكاتب الصحب الأساس كرم جاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقديم التهنئة لقداسة البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد أكد الأساس كرم أن زيارة الرئيس عبدالتاح السيسي لليلة القداس تقليد أرسال تهنئة جمهور المصريين وأصبح من ضمن التقوص التي تتم في ليلة عيد الميلاد